بعث فخمة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى الدكتور حكيم قاسم سلام وإخوانه وعائلته الكريمة بوفاة والدهم الشخصية السياسية البارزة والمناضي الوطني والقومي الجسور عضو مجلس الشورى ووزير السياحة الأسبق الدكتور قاسم سلام سعيد الشرجة بأمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي الذي وافه الأجل في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال المخلص لمبادئ النظام الجمهوري ورفعة وطنه وشعبه وتقدمه وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعزيه لعائلة الراحل الكبير مشيدا بمناقبه ومآثره الوطنية كأحد أبرز المناظلين الأوائل ممن آمنوا بمبادئ الثورة والجمهورية وتطلعات شعبه في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية التي ناضل من أجلها وظل مخلصا لها حتى آخر رمق من حياته وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في برقيته إن بلادنا خسرت برحيل الدكتور قاسم سلام أحد أبنائه الشجعان الذين ظلوا على العهد كقائد مرجعي حول مخاض الحركة الوطنية والسياسية التي كان الفقيد أحد رموزها ورجل دولة محنك من طراز رفيع في العهد الجمهوري الذي يخوض اليوم من جديد معركة أخرى ضد مشروع الإمامة المدعوم من النظام الإيراني سائلاً لها أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان